الجانب السوري في هذه التصريحات شاهدنا من قبل الجافر تهديدات بأنه سيتم استعادة الجولان السوري سواء بالسلم أو حتى بالحرب يعني ما تحدث فيه الدكتور الجافر وليس فيه جديد. سوريا دائما كانت تقول وتصرح يعني منذ احتلال هضبط الجولان عام 67 ولغاية اليوم. وعلى مدى كل هذه السنوات أنه الجولان هو جولان سوري ولابد أن يعود إلى حضن الوطن والعودة إلى حدود عام 67 سواء كان في الحل الدبلوماسي أو في الحرب وما حصل لسوريا لربما أخر هذا المشروع ولكن سوريا عازمة على تحرير الجولان ويعادته إلى الوطن هذا ما يصر فيه جميع القيادات في سوريا وأكبر دليل لذلك بأن الجولان سوف يعود هو قرار هذا القرار الأممي الذي سنة عام بعد عام نرى تجديد لمثل هذه السيادة السورية على هضبط الجولان رغم الاحتلال وإن طال الاحتلال لا بد أن يأتي يوم ويعود إلى يعني كل صاحب حق إلى حقه يعود له وهذا يعني تصريح هو ليس في جديد اليوم أعتقد أنه سوريا عندها ما يقدم من ناحية تجربة العسكرية مرتها من خلال 2011 لغاية اليوم الجيش اليوم تطور في يعني حرب ضد 82 دولة وليس الدولة واحدة ضد الدولة الكبرى الراعية للإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى الإرهاب ونحن رأينا حتى في تصويتها ضد هذا يعني أثبتت للعالم أن هي ضد الإنسانية ضد البشرية ضد الحريات ضد أي شيء إنساني وهي راعية الأولى إلى الإرهاب وكل من يصف إلى جانبها هو راعي إلى الإرهاب وعندما دولة مثل أمريكا لا تنصف شعوب تقهر وشعوب تظلم وشعوب ويسلب حقها وتقف مع الظالم يعني هذا أكبر رسالة للعالم أنه دور هذه الولايات المتحدة المنافقة الكبرى الإرهابية انتهى وعلى العالم أن ينتبه إلى هذا هذا الشرع الذي يبدأ في ما يسمى في أمريكا نعم وتصويت باقي الدول بأجمعها مع درسالي الولايات المتحدة على هذا القرار هو بمثابة تثبيت صاحب الحق على أرضه المتحدة